فتتح أمس معرض الربيع في صالة مديرية التربية الوطنية في مدينة اسطنبول برعاية جمعية شام للفنون التشكيلية وبالتعاون مع اتحاد الكتاب الأتراك ويضم المعرض أكثر من خمسين عملا فنيا متنوعا لشباب وشابات من مختلف البلدان العربية هذا المعرض هو المعرض الثاني الكبير لجمعية شام جمعية شام إلى معرضين سنويا المعرض الخريف بيكون غالبا بالشهر العاشر ومعرض الربيع غالبا بيكون بآذار هذا المعرض هو معرض للشباب اشترك فيه حوالي 40 فنان تشكيلي وحوالي 70 عمل قدموا فيها رسم فيها مشغولات يدوية فيها سيراميك وفيها فنون تطبيقية أخرى اختار المشاركون والمشاركات مواضيع مختلفة لتقديمها أعمالا فنية تجسد طموحاتهم وعلمهم الشخصية والعامة حيث تفرد كل فنان بما قدمه فن بالنهاية كمان يضيف جو جديد من لوحات من ألوان عليه مبسوطة كثير بمشاركتهم فيه إقبال رغم أنه بقلب الأسبوع رغم أنه فيه تعب كثير ومبسوطة أكتر بأنه عم نتخطى مرض كورونا وعم نعمل رغم هيك وعم نحاول نجمع العالم وننبسط ونطلع من جو التعب والاكتئاب اللي فتنا له في حضورا يعتبر جيدا خاصة أن المعرض يقام ضمن أيام الأسبوع الأمر الذي أعطى أملا للمشاركين بقيمة ما أنجزوه أن الفن ما زال رغم كل الظروف أسيلة تواصل فعالة بالنسبة المواضيع الصراحة أنا ركزت أول موضوع هو موضوع الحرب بشكل عام باعتبار أننا دولنا العربية تكون بها مواضيع حرب جدا هواية يعني تقريبا لا أحد مرتاح بالدول العربية لكن أنا ركزت عليها بأسلوب خاصة اللي هو أسلوب البوب آرت فكانت أول لوحة إلية اللي هي الصراع ما بين الوجوه الوجوه ممكن اليائسة أو الوجوه اللي تطلع عن المستقبل اللي لا تعرف شونا اللي موجود والوجوه اللي بيها خوف بالداخل لكن بأسلوب خاصة كذلك كان لفن رسمي بالتنقيض حضوره المميز بأياد سورية استطاع التطويع الفن ليناسب ثقافة الاستهلاك ويصبح سلعة مطلوبة هذه المعارض بتفيدنا بالتسويق في المقام الأول وبعدين نحن نعم نشتغل على السوشال ميديا المتابعين والزباين بيعرفونا عن بعض هون عم بيصير فرصة حلوة كتير لنتعرف عليهم وجه لوجه نحكي أكثر عن المنتجات نشوفوها على الواقع حتى يلمسوها فهي فرصة حلوة كتير للتعارف المبيع بيجي في المقام الثالث أربعون شابا وشابة وضعوا لوحاتهم وأعمالهم الفنية داخل إطار الأمل بانتظار أن تتحقق أحلامهم